هذا الشاب يبلغ من العمر 15 عاما وبدلا من أن يكمل تعليمه يعمل في جبال مناجم الفحم في دار الصوف في أفغانستان وذلك لإعالة أسرته والمساعدة في إطعامهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة ويعتبر مجال تعدين الفحم مجالا محفوفا بالمخاطر لذلك يجب على العاملين تلقي تدريبات معينة لكن هذه ليست الحالة مع هذا الشاب وغيره من الرجال الذين يعملون معه في نفس المنجم حيث لم يتلقوا أي تدريبات وليس لديهم أي معدات للحماية في حالات الطوارئ ويكتفون بامتلاك مصابيح وزوج من القفازات عندما جئت للعمل في هذا المنجم لأول مرة كانت العديد من الأفكار تدور في ذهني كنت أفكر ماذا لو حدث لي شيء ما ثم سيقول الناس أنني مت أثناء العمل في المنجم لكن مع مرور الوقت اعتدت على ذلك ثم أصبح أمرا طبيعيا ويشهد الاقتصاد الأفغاني المضطرب منذ فترة طويلة حالة من التدهول الحاد منذ استلاء طالبان على السلطة في أغسطس من العام الماضي وهو ما يجبر العديد من العائلات على إرسال أطفالهم للعمل ويعمل الأطفال لثماني ساعات ويزورون أسرهم كل بضعة أسابيع بسبب خوفهم من فقدان هذه الوظيفة التي تستطيع تأمين 165 دولارا شهريا ترسل إلى أسرهم لدي أحد عشر فردا أريد إطعامهم في عائلتي ولم يكن لدي أي خيار آخر سوى إخراج أبنائي من المدرسة وإحضارهم إلى هنا للعمل معي في المنجم وفقد العديد من عمال مناجم الفحم أرواحهم أثناء العمل في منجم بأفغانستان والذي لا يزال يعتمد بشكل كبير على الأساليب التقليدية في واحدة من أحدث الحوادث انهار منجم مؤقت للفحم عام 2021 ما أدى إلى دفن خمسة من عمال المناجم ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكي تمتلك أفغانستان احتياطيات من النفط والغاز والليثيوم ومعادن نادرة أخرى بقيمة تريليونات الدولارات معظمها لم يمس بسبب انعدام الأمن والعنف في أجزاء مختلفة من البلاد